اشتركوا في القناة والهدهد والصرد وحرم الله سعال قتل النفس المسلمة فاذا آذ المسلم بقطع الطريق او نحوه مما يبيح قتله يبيح قتله ولهذا لو ان انسانا هجم عليك يريد اخذ مالك فلا تعطيه مالك فان قاتلك فقاتله ويحل لك ان تقتله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يريد اخذ المال قال لا تعطيه قال يا رسول الله ارأيت ان قاتلني قال ان قاتلك فقاتله قال ارأيت ان قتلني قال فانت شهيد قال ارأيت ان قتلته قال هو في النار فالمؤذي يجوز قتل فاذا كان هذا النبي لا ينتفع اذاه الا بقتله فاقتله ولا حرج عليه لكن هناك وسيلة قبل ان يقتل وهي ان تصب على بيوته شيئا من الكاس فان جربنا هذا ورأيناه اذا صب على بيته شيئا من الكاس فانه يرتحل ولا يبقى فاذا امكن ذلك هو احسن اذا لم يمكن فلا بأس بقتله فلا بأس بقتله اشتركوا في القناة